موسيقى أهلا بكم في عشرية الربيع العربي يحيي الليبيون ذكرى ثورتهم التي اندلعت في السابع عشر من فبراير عام 2011 تلك الثورة التي وصفت بالناجحة حينها بمقياس تخلصها من نظام القذافي الذي حكم وتحكم بالبلاد 42 عاما لكن الثورة الناجحة أصابها ما أصاب سوريا واليمنية بعد أن اشتعل الصراع بين أطراف ليبيا عدة ليفتح المجال على مصراعيه أمام تدخلات أقليمية ودولية وخاصة روسيا وفرنسا ومصر والإمارات التي دعمت لانقلابي خليفة حفتر لتتحول ليبيا إلى ساحة حرب فشلت معها المحاولات الدولية الخجولة في دعم حكومة الوفاق التي جاءت برعاية أممية حتى كانت محاولة المتمرد خليفة حفتر احتلال العاصمة طرابلس نقطة فاصلة استدعت تحركا تركيا تلبية لطلب الحكومة الشرعية لينجح الدعم التركي في حماية العاصمة وإجبار الانقلاب وداعمه على العودة إلى مائدة الحوار السياسي في جينيف والذي أثمر اتفاقا جديدا وسلطة تنفيذية مؤقتة حول الدور التركي في استمرار دعم الشعب الليبي وتمكينه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في نهاية هذا العام نحن على موعدا مع كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السيد إلنور تشيفك إلنور تشيفك كبير مستشاري الرئيس التركي ولد في أنقرة عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين عمل صحفيا ورئيسا لتحرير صحيفة تركيش ديلي نيوز الناطقة بالانجليزية وأسس تشيفك صحيفة ديلي صباح التركية الناطقة بالانجليزية عام الفين واربعة عشر أجرى مقابلات صحفية مع زعماء العالم ومنهم مبارك والقذافي وأندرغندي عين تشيفك مستشارا خاصا لرئيس الوزراء التركي الراحل سليمان ديمريل ويعمل حاليا كبيرا لمستشارية رئيس رجب طيب إردوغان منذ عام الفين وستة عشر شارك في لقاءات مهمة مع الرؤساء جورج بوش وفرانسوامي تيرا وهي الموتكول وقد منحته رئاسة الجمعيات التركية الأمريكية جائزة الشرف عام الف وتسعمائة وتسعين ونرحب بك سيد النور تشيفيك كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في برنامج على موعد أهلا بكم نستضيفك اليوم وليبيا تحيي الذكرى العاشرة لثورتها وهذا مخاض تعيشه بلدان المنطقة منذ عشر سنوات بطبيعة الحال منذ ثورات الربيع العربي تركيا كيف تنظر إلى كل هذه المتغيرات المتلاحقة التي تعيشها هذه البلدان هذه المسألة ليبيا كما تعرفون أنها شهدت تحول بعد الثورة التي حصلت هناك من أهم العناصر التي تشكل هذه الثورة وربما هو العامود الفقري الشعب الليبي الذي حقق هذه الثورة والذي طمح لكي ينعم بحياة أفضل مع الثورة والشعب الليبي الذي كان يهدف هذه الحياة الكريمة بعد الإنقلاب على النظام القديم الآن نرى بأنه بدأ ينزل في حفرة حقيقة ليس لها نهاية ولكن مع مساعدة تركيا للشرعية هناك أنقذت الحكومة الليبية من الوقوع في تلك الحفرة ووجود تركيا هناك ليس له سبب آخر ليس هناك طموح تركيا وهدف في البقاء هناك أو السيطرة على بقعة أرض معينة يعني إذا تركيا دعمت الشرعية في ليبيا وكان هذا موقفها من كل الثورات العربية منذ عشر سنوات منذ انطلاقها ولكن إذا كانت دعمت الثورة التي قام بها الشعب السوري مثلا على حدودها هذا ربما يفهم سياسيا وعسكريا طبعا الكثيرون يتسألون لماذا تدعم تركيا الشعب الليبي وهو بعيد عن حدودها جغرافيا حقيقة تركيا لم تذهب هناك إلا بعد دعوة رئيس الحكومة السراج وبعدها تركيا انتقلت بقواتها إلى هناك وكان هدفها الدعم للحكومة الشرعية وهذا كان أيضا ما تحقق بعد المعارك التي عاشتها ليبيا هناك القوات التركية وقفت إلى جانب القوات الشرعية ضد الإنقلابيين نعم وكما ذكرت جاءت بعد الدعوة التي جاءتها من الحكومة الشرعية من حكومة السراج وهناك اتفاقيات تم توقعها وتركيا كان لها دور كبير في عدم سقوط طرابلس بعد هجوم المتمرد خليفة حفتر عليها هذه التطورات الميدانية هل كان لها دور على الحل السياسي على النتائج السياسية التي جاءت على طاولة الحوار في جينيف هل رسمت هذه النتائج؟ ليبيا للليبيين والموقف التركي لم يتغير منذ البداية الشعب الليبي الذي يقرر وينفذ ليس لتركيا إلا أن يتم دعمه وطالما هذه الإرادة هي التي ظهرت في الحكومة المنتخبة فطاولة الحوار التي حصلت في جينيف أعتقد بأنه طبعا كان للدور التركي شيء مهم من تحقيق هذه الطاولة وأيضا تحويل الحوار إلى حوار إيجابي طيب ما هو تقييمكم بالفعل لمخرجات هذه الانتخابات التي تمت في جينيف ووصول السيد محمد المنفي والسيد عبد الحميد بيبة وسيد موسى الكوني لتشكيل السلطة التنفيذية والتي سوف تقود هذه الفترة الانتقالية حتى جراء الانتخابات في ديسمبر هذه النتائج مهمة حقيقة قبل عام من الآن لو كنا نتحدث كان الكثير قال أن هذا مستحيل لن يحصل لن يكون هناك اتفاق ليبي وهذا أثبت أن هناك عقل ليبي ما زال يحافظ على نفسه على لغة الحوار والبعض ربما كان يقول بأن حفتر جعل الليبيين ينقسمون إلى جزئين ومستحيل أن يتم إجبار هذه الأطراف على جلوس على طاولة واحدة إلا أن ما رأيناه هو العكس هذه الأطراف جلست وتحاورت وخلصت إلى نتائج مهمة الشعب الليبي حقيقة عن الكثير والحرب التي عاشها الشعب الليبي يستحق حقيقة الدعم الدولي ويستحق هذا الدعم الذي تقدمه تركيا تركيا ليست لتحقيق مصالح بل لدعم الديمقراطية هناك موجودة وأعتقد بأن الحوار والنتائج هذه كانت مهمة لإظهار الدور التركي البناء في حل الأزمة الليبية أو فك الخلاف وحلحلت الاختلافات في وجهات النظر والاتفاق على نتيجة تصب في صالح الليبية ومستقبل الشعب الليبي أعتقد بأنه أيضا رهين هذه الاتفاقات ولكنها شخصيات مقبولة من قبل تركيا هل ستحافظ على الدور التركي في ليبيا؟ الشعب الليبي طالما يريد بقى تركيا هناك فتركيا ستبقى وتدعم الشعب الليبي والحكومة الشرعية ولا يوجد لتركيا دوافع إلا مصلحة الشعب الليبي ونعرف بأن هناك مشاكل كبيرة يعاني منها الشعب الليبي منها طبعا مشاكل متعلقة بالكهرباء والطاقة والبنية التحتية وتركيا ليست هناك فقط لدعم طرف على حساب طرف آخر بل هي موجودة لدعم الشرعية ومصلحة الليبيين مخرجات الحوار السياسي في جينيف لقيت ترحيبا دوليا طبعا الترحيب التركي كان من بينه ولكن هل من خشي أن يكون هناك انقلاب أيضا جديد على مخرجات الحوار هذه من قبل بعض الأطراف؟ إن شاء الله أملنا أن لا يتم الانقلاب على هذه المخرجات لأنها مهمة ولم تأتي بسهولة كانت نتيجة لحراك دبلوماسي وسياسي طويل والكثير عمل على هذه المخرجات لذلك الإبقاء عليها مهم وعلى الجميع أن يحترمها وينفذها والطرف الذي تدعمه تركيا وهي الحكومة الشرعية هي ملتزمة بمخرجات جينيف ولكن الطرف الآخر ربما ما زال هناك بعض علامات الاستفهام على مواقفه حفتر ربما يتصرف بالتهور ولكن الخروج عن مخرجات جينيف سيعني نهاية حفتر لأن المؤيدين له أيضا يريدون انهاء هذه الحرب ولذلك أعتقد أن الانقلاب عليها سيكون صعبا بالنسبة له إشارات الاستفهام هذه التي تتحدث عنها سيادة المستشار خاصة فيما يتعلق بحفتر كيف ينظر على التطورات العسكرية وحفتر ما زال يحشد قواته على الأرض في سيرت وفي نواحيها ولا تزال المرتزقة متواجدة هناك بالنسبة للمرتزقة يجب أن ينسحبوا من هذه المناطق ويتم الضغط عليهم لأن يخرجوا حقيقة لكي نحافظ على مخرجات جينيف وما زالت الحكومة في حالة تيقظ والقوات التركية الداعمة للحكومة في حالة أيضا تيقظ وهناك بعض الدول الصديقة لحفتر مثل فرنسا وروسيا والإمارات العربية المتحدة يترتب عليهم حقيقة مسؤولية وهي أن حفتر لا يرى له مستقبل بعد الانتخابات المقبلة ولذلك يجب أن ينظر في هذا الموضوع أي أن نهاية حفتر إذا كان ستأتي مع الانتخابات فربما هذا الشخص ممكن أن يقوم بأي تصرف لإحباط تلك الانتخابات وأيضا مثل ما قلت أن الدول الداعمة لحفتر يجب أن تراجع مواقفها يعني برأيك لم يخرج حفتر حتى الآن من المعادلة وكيف ينظر إلى المقابلة التي أجراها معه سيد محمد المنفي وقد لقيت انتقادات من الليبيين بحد ذاتهم أنا برأيي أن حفتر يحاول إبقاء نفسه في المعادلة هو ليس في المعادلة ولكنه يريد أن يرسم مستقبل يضمن له مكان في المستقبل الليبي ولذلك يجب أن لا يسمح له في إنجاح تلك المحاولات بالنسبة للقوات التركية والمستشارين الأتراك الذين ذهبوا إلى ليبيا بعد توقيع الاتفاقية مع السراج ما مصير هذه القوات بل مهمات التي تقوم بها الآن وفي حال صدر قرار من الأمم المتحدة بخروج كل القوات من ليبيا كيف ستتعامل تركيا تركيا لم تذهب هناك بلا دعوة ولكن القوات المتبقية من المرتزقة ومن الدول التي تدعم تلك المرتزقة حقيقة لم تذهب هناك بدعوة من ليبيا بل هم تدخلوا في الشؤون الليبية دون السؤال لأي من المسؤولين الليبيين حكومة السراج هي حكومة معترف بها وهي التي تتصرف في مصالح الشعب الليبي وتوقع على اتفاقيات دولية وتمثل الشعب الليبي في المحافل الدولية والاجتماعات ولكن القوات الإنقلابية تلك والمرتزقة التي تم دسها من قبل بعض الدول التي تدعم الإنقلابيين هي ليس لها وجود شرعي أو مبرر في ليبيا لذلك أعتقد بأن يجب النظر إلى الموضوع من هذا الجانب وإذا تم دعوة تركيا إلى الخروج من ليبيا من الأمم المتحدة فستخرج أكيد ماذا عن التنسيق بين تركيا وروسيا في هذه المرحلة؟ روسيا لو لم يتم دعوتها من قبل حكومة سراج المنتخبة من يوجد في ليبيا حقيقة هم واغنر وليس الجيش الروسي الرسمي لذلك تركيا تتمثل بجيشها الرسمي وهناك المرتزقة من السودان وهناك أيضا بعض الجنسيات المختلفة المتواجدة طبعا بالرغم من رفض الحكومة الليبيا لهم وهذه القوات يجب أن تنسحب من هناك وبطبيعة الحال هناك قوات روسية فاغنر حقيقة يرفض أو هذا التنظيم أو هذه التكتل الذي يطلق على نفسه فاغنر لا يمثل الحكومة أو الإدارة الروسية ولكن مثل ما قلت الوضع بسوريا مختلف نعم ماذا عن بقية الأطراف اللاعبة في ليبيا ماذا عن مصر ماذا عن فرنسا ولحظنا في الفترة الأخيرة وكأن هناك محاولة لتقريب وجهات النظر بين تركيا ومصر ليس فقط في هذا الملف وإنما تقريب العلاقات بشكل عام هل يمكن أن نرى تقاربا في هذا الملف مع هذه الدول وخاصة أيضا فرنسا التي نشهد خلافات كبيرة بينها وبين تركيا ممكن لأن مصر في الآوينة الأخيرة غيرت حقيقة سياستها حيال ليبيا وهذا أيضا كان له تأثير إيجابي على حل المسألة وعلى مخرجات طبعا جينيف وتركيا طبعا تنظر بشكل إيجابي إلى هذا الدور البناء وبطبيعة الحال حل المسألة الليبيا يصفي صالح الجميع أما فيما يتعلق في فرنسا فلها مطامع أخرى حقيقة هي تريد أن تبقي قواتها وتستفيد من الثروات التي تتمتع بها ليبيا ولذلك ربما فرنسا يجب أن نقرأ وجودها بشكل مختلف عن مصر لذلك التقارب بين طبعا تركيا ومصر مهم وعلى فرنسا أن تكف عن دعم حفتر وتخرج المرتزقة التي تدعمهم من هناك نعم سيادة المستشار نحن الآن نعيش أجواء وصول إدارة أمريكية جديدة إدارة جو بايدن ما هي توقعاتكم من هذه الإدارة في هذا الملف بحد ذاته هل يمكن أن يتحول إلى مقدمة سلم الأولويات بالنسبة لهذه الإدارة إذا كنا شهدنا فشلا أو تراجعا في إدارتي أوباما وترامب فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة حقيقة نرى بأنه سيقدم أداء مختلف عن الإدارة السابقة لأن إدارة ترامب لم تهتم بالملف الليبي كثيرا وأعتقد بأن الإدارة الجديدة أيضا لن تؤيد وجود المرتزقة هناك ستيفاني فيليمس الدبلوماسية الأمريكية ستنهي حقيقة مهمتها الدبلوماسية وستعود إلى واشنطن وأعتقد بأن الإدارة الأمريكية ممكن أن تعطيها مهمة لأنها من أفضل الشخصيات التي تعرف الشأن الليبي والملف الليبي وسنرى ما إذا ستستفيد من خبرتها إدارة بايدن نعم هل يمكن أن نرى تنسيقا أمريكيا تركيا في هذا الملف وهل يمكن للولايات المتحدة أن تنسق بالفعل مع تركيا أعتقد بأنه سيكون هناك دعم للحكومة المنتخبة الغرب هنا يجب أن يحمد الله على وجود تركيا هناك لو لم تكن تركيا ولو لم تكن القوات تركيا هناك لكانت الكثير من النتائج المختلفة مما نعيشها اليوم كانت ليبيا ستكون من الدول التابعة لروسيا وهذا كان سيكون لصالح روسيا وليس لصالح طبعا الدول الغربية ولذلك أعتقد بأن الحوار يجب أن يكون بين تركيا وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتحقيق السلام والاستقرار هناك تركيا كانت وقعت مع الحكومة المعترف بها دوليا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية هل لدى تركيا من ضمانات تحفظ لها حقوقها في هذه الاتفاقيات مع قدوم إدارات جديدة إلى ليبيا هذه الاتفاقيات ستستمر حتى لو تغيرت الحكومات في ليبيا لأنها تم التوقيع عليها من قبل الحكومة الشرعية والتي تمثل الإرادة الليبية والمعترف فيها دوليا لذلك هذه الاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية ستستمر في الختام نريد رسالة منك توجهها للشعب الليبي في ذكرى ثورته العاشرة طبعا إخواني الشعب الليبي نحن دائما إلى جانبكم وأنتم دائما كنتم تنظرون إلى تركيا بشكل مختلف ودعمتم دائما في المحافلة الدولية لسيما في قبرص كان هناك دعم ليبي كبير وساعدتم في تلك العملية العسكرية ونحن لم ننسى ذلك الدعم للطائرات التركية التي زودتموها بالوقود ونحن أيضا لدينا حملات في الماضي كانت تهدف لأن توسع دائرة التجارة وتورغوت أزال الذي كان رئيس تركيا في ذلك الوقت كانت لكم مواقف داعمة لهذا الانفتاح في إدارة تورغوت أزال وفتحتم أبواب الدولة الليبية للمستثمرين الأتراك وحقيقة أعطتموهم الفرصة ليؤسس مشاريع وبناء وإنشاء نحن نحبكم كثيرا الشعب التركي والشعب الليبي شعبان صديقان وهذه حقيقة مشاعر متبادلة بالمحبة وأبارك لكم ثورتكم والذكرى العاشرة وأتمنى لكم التوفيق من الله في هذه الثورة واستمرار مخرجاتها نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد النورتشفيك كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردغان شكرا لوجودك معنا تشكر أهلال سهلال شكرا شكرا